السؤال يتكرر كثيراً حول الصبر على فراق الأحبة كل واحد منا لابد أن يفارق أباه وأمه أخاه أحياناً الإبن أحياناً الخالة العم العم صديق عزيز عليك الحقيقة كل واحد لابد أن يتعرض لهذا الموقف طيب ماذا نفعل؟ ما هو السلوك النبوي؟ ما هو السلوك الذي يرضى الله سبحانه وتعالى بالنتيجة كلنا سنعود إلى الله كلنا سنقف بين يدي الله وبالتالي فأنا أبحث عن الشيء الذي يرضى الله ما هو؟ ماذا أفعل في هذا الموقف؟ الحقيقة أحبتي في الله أنا أحببت أن أتأمل معكم هذا النص القرآني الذي يلخص لنا حالة المؤمن الذي فقد أباه أو أخاه أو فقد عزيزاً عليه مثل الإبن مثلاً أو الزوجة أو زوجة فقد الزوجة مثلاً ما هو السلوك؟ كيف يتصرف؟ كيف يكون مطمئناً يتخلص من الخوف من القلق من الحزن؟ الله تعالى يقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون هذه الآية أيها الأحبة تتحدث عن من قتل في سبيل الله عن أولئك الذين ستشهدوا في سبيل الله ولكن حقيقة أنا أود أن أقول إن كل إنسان نذر حياته لله يدخل ضمن هؤلاء ليس شرطاً أن يقتل في ساحة المعركة أو يكون محارباً في سبيل الله لا كل إنسان نذر حياته ماله جهده عمله وعلمه لله تعالى وعاش حياته مجاهداً في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أيها الأحبة على فكرة الجهاد الكبير هو الجهاد بالقرآن أكبر أنواع الجهاد هو الجهاد بالقرآن لأن الله تعالى قال وجاهدهم به جهاداً كبيراً أي بالقرآن بعلوم القرآن أن تقنع الناس بالقرآن أن تعلم الناس القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه لذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام لم يمت في معركة مات على فراشه ولكن له درجة عالية جداً عند الله لماذا؟ لأنه نذر حياته لله لذلك النص القرآن بدأ بهذه الآية التي تتحدث عن الشهادة في سبيل الله ثم قال ولنبلو أنكم إذن هناك اختبار البلاء هو الاختبار اختبار لكي تعلم حقيقة هذا الشيء الذي أمامك أنت عندما تريد أن توظف شخصاً في منصب تريد أن تضع طبيباً في منصب حساس مثلاً لإجراء عمليات جراحية تجري له اختبارات لا تضعوه هكذا كذلك نحن معرضون للاختبارات أيها الأحبة تسمى البلاء ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نقص الأنفس هنا يعني أنت أفراد عائلتك سبعة أو ثمانية نقص واحد منهم مات الأب مثلاً ماتت الأم ماتت الزوج ماتت الزوجة مات أخ نقص الأنفس ونقص الثمرات أحياناً نقص الأموال تعاني من ضيق شديد جداً كل هذا هو اختبار لك أيها الإنسان أيها المؤمن ليختبر ردة فعلك هذا الإله العظيم وهو ليس بحاجة لأن يعلم ما في أنفسنا ولكن ليقيم الحج عليك لكي لا تأتي يوم القيامة وتقول يا رب أنا لو اختبرتني لنجحت بالاختبار لا أنت الآن معرض لهذا البلاء والصالحون أشد الناس بلاءاً على فكرة أيها الأحبة يعني لا تظن أيها الإنسان يا من فقدت هذا الإنسان العزيز على قلبك لا تظن أن هذا الأمر سيء بالنسبة لك لا هذا اختبار هل ستشكر الله هل ستصبر هل ستقول الحمد لله على كل حال قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة من هؤلاء قال وبشر الصابرين إذن هذه بشرى من الله سبحان الله يعني أنت مات لك أب أو مات لك زوج أو مات لك أخ هذه بشرى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذن أيها الأحبة من هجنا في حالة المصائب أن نكثر من هذه العبارة إنا لله وإنا إليه راجعون هذه العبارة تفعل مفعول السحر في عقلك الباطن تبرمج عقلك الباطن على أنك ستلحق بهذا الشخص هذا الشخص الذي مات القرآن يريد أن يصرف عنك الحزن والأسى والقلق والاكتئاب والخوف يريد أن يقول لك أنت أيضا سترجع إلى الله كما رجع هذا الإنسان أمامك إنا لله أي أنا ملك لله حياتي كلها لله أمري لله وسأرجع إلى الله في النتجة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون من هؤلاء الصابرين وبشر الصابرين الصابر أيها الأحبة من ميزاته أنه يدخل الجنة بغير حساب سلام عليكم بما صبرتم هكذا تناديهم الملائكة تقول لهم أدخلوا الجنة سلام عليكم بما صبرتم إذن أيها الأحبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما هي النتيجة ما هي نتيجة الصبر والهدوء وأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات دعاء من الله رحمة من الله حفظ من الله الصلاة هنا ليست السجود والركوع لا الصلاة هنا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور إذن الصلاة هي الهداية والحفظ والأمان والطمأنينة الله يعطيك طمأنينة وأمانا وحفظا وراحة نفسية إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون انظروا كم المعادلة بسيطة جدا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين وأذكركم دائما أن مثل هذه الآيات ينبغي أن نحفظها ينبغي أن نحفظها أيها الأحبة ونرددها كل يوم على الأقل أن نلقى الله ونحن حافظين لكلامه لأن نلقاه وقلوبنا وعقولنا محشوة بكلام فارغ يعني افتح دماغ الآن معظم الشباب تجد فيه الأغاني والمسلسلات ومعلومات هنا وهنا وليس فيه شيء من القرآن على الأقل ضع لا نقول القرآن كاملا بعضا من آيات القرآن تضيء لك القبر يعني تكون حجة لك في القبر تكون حجة لك أمام الله تلقى بها الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهتدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته